وهو السؤال عندنا السؤال بيقول السلام عليكم بنتي مطلقة ومعها أربع أولاد في مراحل تعليم مختلفة وأنا بديها كل شهر مبلغ مساعدة هل يجوز أخص أولادها بمبلغ من الزكاة دون إخبارها إن هذا المبلغ من الزكاة حفاظاً على مشاعرها وده سؤال واضح يقول ينفع أدي ابن الأبن من الزكاة عشان هي محتاجة مثلاً المسألة ببساطة خالص إحنا عندنا أصل إيه الأصل إن إحنا لا نعطي الزكاة لا للأصل ولا للفروع وإن على وإن نازل لأنه لو افتقر أنا عابقى واجب علي أن أنا أصرف عليه طب نعمل إيه بقى لو كان المصاريف دي مصاريف مدارس التعليم والمصاريف دي ما تسددتش ينفع إن أنا أسدد مصاريف المدرسة لا ده ينفع كمان إن ده لما يكونوا من الغارمين وينفع أدفع مصاريف المدرسة إنها في سبيل الله لكن إن أنا أدي لهم الفلوس مساعدة لوالداتهم لا لأن ما ينفعش أدي الفلوس من مصر في الفقراء والمساكين لإبني وبنتي أو لأبوي وأمي لأن كده كأين بيدفع الفلوس للنفسي لأنهم إذا افتقروا يبقى أنا واجب علي أن أنا إيه أنفق عليهم يبقى لأ ما ينفعش أدي لهم الفلوس لكن ينفع أدفع لهم مصاريف التعليم ده لو كنا بنكلم عن الزكاة أما بالصدقة اعمل اللي أنت عايزه لكن إحنا دلوقتي بنكلم على إيه على الزكاة